موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء بعدن ويضعهم أمام أولويات وموجهات المرحلة المقبلة موسيقى عذو مجلس القيادة الرئاسي البحثاني يشيد بجهود أجهزة الأمن والشرطة بساحل حضر موت في حفظ الأمن والاستقرار موسيقى عذو مجلس القيادة الرئاسي عثواء عثمان مجلي يبحث مع السفير الأمريكي على العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الظالمة على فلسطين موسيقى موسيقى إلى التفاصيل أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية من قناة عدن الفضائية بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عزاه فيها باستشهاد أربعة من متسبي القوات المسلحة الإماراتية جراء هجوم إرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية كما بعث فخامته برقية مماثلة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين في استشهاد ضابط من قوات دفاع البحرين في ذات الهجوم الإرهابي وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في برقية تعزى باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وعمق مواساته لسمو الشيخ محمد بن زايد وجلالة الملك حمد بن عيسى والذوي الشهداء والشعبي الإمارات والبحرين الشقيقين بهذا المصاب الأليم وجدد فخامة الرئيس إدانته بأشد العبارات لهذا العمل الإرهابي الجبان معبرا عن تضامن الجمهورية اليمنية ووقوفها الكامل إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته متمنيا للمصابين الشفاء العاجل ترأس فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن جانبا من جلسة مجلس الوزراء وذلك بحضور رئيس الحكومة الجديدة دكتور أحمد عوض بن مبارك وفي مستهل الاجتماع جدد فخامة الرئيس التهنئة لدكتور أحمد عوض بن مبارك بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي مثنيا في ذات الوقت على ما بذله سلفه الدكتور معين عبد الملك من جهود في قيادة العمل الحكومي خلال الفترة الماضية وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزامه وإخوانه بأعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينه من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون وقال فخامة الرئيس إن استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وصناعة الفارق وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي والحكومي نفتتح هذا الاجتماع اليوم لمجلس الوزراء وفي البداية اسمحوا لي أن نهنئ الدكتور أحمد عوام على تولي هذا المنصب رئاسة مجلس الوزراء ونحن سنكون معه ونتمنى له التوفيق والنجاح في عمله وطبعا النجاح هو بكم فهو رئيس لمجلس الوزراء والمسؤولية هي مسؤولية المجلس وهي مسؤولية تضامنية وأنتم تعرفون ذلك وأنا متأكد أن الدكتور أحمد سوف يحقق الكثير من النجاحات بجهودكم جميعا وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي وبالمناسبة أيضا نشكر الأخد دكتور معين عبد الملك على الجهود التي بذلها أثناء توليه رئاسة مجلس الوزراء خلال المرحلة الماضية ونحن نعرف جميعا أن الصعوبات التي واجهت الجميع خلال الفترات الماضية ونحن أنا وإخواني أعظم مجلس القيادة الرئاسي نؤكد دائما على أننا نعطي للحكومة كافة الصلاحيات كافة الصلاحيات في إطار القانون وفي إطار الدستور ونحن ندير الدولة سياسيا وإداريا وعسكريا وأمنيا في مجلس القيادة ولكن هذا لا يتناقض أبدا مع اختصاصات التي نص عليها الدستور ونص عليها القانون لرئيس الوزراء وللوزراء ولمستويات المتعددة أيضا في إطار الحكومة كل في حسب مسؤولياته وصلاحياته فنريد أن نؤكد اليوم للجميع أننا سنكون عون لكم وسنكون عون للأخر رئيس الوزراء ولكل الوزراء وللأجهزة الأمنية والعسكرية في أدى مهمها بشكل يحقق الأهداف المرجوة التي نسعى إليها جميعا هناك صعوبات وتحديات كثيرة ستواجهنا وهذه الصعوبات متعددة الجوانب وأنتم تدركونها على مستوى كل وزارة ولكن أنا أعتقد أن أهم نقطة بالنسبة لنا ينبغي أن نعمل من خلالها هي وحدة الصف وحدة الصف الوطني أنا أعتقد أنه أبرز القضايا الذي ينبغي أن نعمل من أجلها جميعا سواء في مجلس الوزراء باعتبار أن مجلس الوزراء عبارة عن حكومة توافقية والحكومات التوافقية دائما في أي مجتمع تنتابه الكثير من الصعوبات والتحديات وهو اختبار لكم اختبار لنا جميعا نحن في مجلس القيادة الرئاسي مجلس توافقي واختبار نجاحنا في مجلس القيادة أو في مجلس الوزراء من خلال هذا الجهد التوافقي هو الذي تقريبا سيميز عملنا عن الحكومات العادية التي تشكل من حزب واحد أو من طرف واحد أو من جهة واحدة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب يعتبر هدف رئيسي بالنسبة لنا لأن الهدف من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهدف من هذه الحكومة الرئيسي والاستراتيجي لها هو استعادة دولتنا التي اختطفها الجماعات الحوثية الإرهابية استعادة مؤسسات الدولة إسقاط الانقلاب ثم بعد ذلك تاتي بقية القضايا كلها تحت سقف هذا الهدف الرئيسي والاستراتيجي هناك تحديات كثيرة ماثلة أمامنا في المقدمة منها كيف يمكن أن نختم شعبنا وكيف يمكن أن نحسن الخدمات وكيف يمكن أن نحسن من إدارة موارد الدولة لا يغيب عني أن أشكر قبل ذلك كذلك زميلي دكتور معين عبد الملك سعيد الذي تولى كذلك هذه المهمة قبلي في ظرف صعب جدا مرت به الحكومة في ظروف كبيرة واستطاع بشكل كبير أن يحقق أو أن يجمع توافق كبير ووحدة لهذا المجلس وبإذن الله نبني على ما سبق ولكن بالتأكيد هناك تحديات كثيرة ماثلة أمامنا وهناك ظروف مستجدة وهذه التحديات بقدر ما هي تحديات لكنها كذلك تخلق فرص نحن نقول بأنه كلما خلق التحديات أكثر كلما لاحت فرص كذلك في الأفق علينا أن نتعاطى معها دخيلتي في هذا الأمر أولا قبل كل شيء بإذن الله توفيق الله سبحانه وتعالى لنا بصدق النوايا والإخلاص في العمل دعمكم شخصيا ودعم مجلس القيادة هذه مسألة مهمة جدا الدعم السياسي من كل مكونات سياسية التي لها تمثيل في هذا المجلس أو مكونات الدعم والساندة للشرعية الواقف ضد الإنقلاب دعمها الكامل والمباشر والرقابي كذلك على الحكومة هو كذلك من العناصر المهمة جدا لنا في المرحلة القادمة نعود للأخبار الرئيسية حيث أشاد عد مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أشاد بجهود أجهزة الأمن والشرطة بساحل حضر موت في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة ومكافحة الجريمة والتهريب ومنع تسالل العناصر الإرهابية والذي أسهم في بناء المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد جاء ذلك خلال كلمة توجيهية ألقاها خلال الطابور الصباحي لمنتسب إدارة الأمن والشرطة بساحل حضر موت بحضور المدير العام للأمن العميد مطيع المنهالي والتي تأتي في إطار زياراته للإطلاع عن كثب على جهزية الوحدات الأمنية والعسكرية ونقل البحسني تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لمنتسب الأمن والشرطة وإشادتهم وتقديرهم للجهود التي تبذل في سبيل تثبيت لعائم الأمن والاستقرار مشيرا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي للأجهزة العسكرية والأمنية جل الرعاية والاهتمام ويحرص على تقديم الدعم اللازم وتوفير المتطلبات اللازمة لإجاح المهام الأمنية وحث عد مجلس القيادة الرئاسية القادة والضباط الكفاءات إلى نقل خبراتهم ومهاراتهم المكتسبة خلال سنوات العمل إلى الضباط والجنود والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم ورفع لياقتهم البدنية مثمنا جهود قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قوات الجيش والأمن وقدم المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضر موت درع الشكر والعرفان لعضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني نظير جهوده المفدولة والمتواصلة لمتابعة سير أداء أجهزة الأمن والشرطة ومساعيه الدؤوبة لتطوير النشاط الأمني وتحسين أدائه إلى ذلك رأى الساعد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا ضم مدير الأمن العميد مطيع المنهالي ونائبيها العميد عبد العزيز الجابري والعقيد صلاح المشجري ومدراء المصالح والإدارات والأمن والشرطة بمديريات ساحل حضر موت وذلك لمناقشة الوضع الأمني في مديريات الساحل وأشاد اللواء البحسني بالجهود التي تبدلها قيادة الأمن والشرطة بساحل حضر موت في تطبيق القانون وإيقاف المخالفين للنظام وتجسيد الجانب الأمني في الحفاظ على النظام العام وتعزيز التنمية والاستقرار معبرا عن ثقته واعتزازه بالقادة الأمنيين في تحمل المسؤوليات كافة التي تقع على عاتقهم وقال يجب أن يتمتع رجال الأمن بالحس الأمني واليقظ والجهزية العالية ولديه من الأساليب الكافية التي تساعده في التعامل مع مختلف شرائح المجتمع مشددا على رفع مستوى التدريب والتأهيل وتنفيذ المهام المشتركة من خلال وضع الفرضيات الأمنية والعسكرية وإجراء تدريبات مكثفة عليها هذا وسمع عيد مجلس القيادة الرئاسي من قيادات الأمن وشرطة إلى تقرير حول مستوى أداء المهام والواجبات الأمنية والإنجازات التي حققتها إدارة الأمن على مستوى مديريات ساحل حضر موت ومواكبة التطورات الحديثة من خلال إدخال التكنولوجيا في المهام الأمنية بالإضافة إلى الخطط التطويرية للارتقاب مستوى الأداء الأمني والشرطوي وفي مقدمتها المساعي الحثيثة لإدخال تخصصات جديدة في الأمن السبراني والطب الشرعي إلى ذلك عقد عدو مجلس القيادة الرئاسية لوار ركن فرج سالمين البحسن بالمكلة اجتماعا بعدد من المشايخ والعلماء في حضر موت في إطار التواصل المستمر بالمنابر الدينية لتوحيد الخطاب الديني ضد ميليشيا الحوث الإرهابية وأشار عدو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع بهدف تعزيز التواصل وبناء الثقة بين القيادة السياسية والمجتمع المحلي مؤكدا أن المشايخ والعلماء والدعاء تقع أمامهم مسؤوليات كبيرة في توصيل العلم بصدق وأمانة والتقييم الموضوع لمختلف الأحداث التي يمر بها الوطن وتوحيد كلمة الناس حول رأي سديد ودع البحسن المشايخ والعلماء والدعاء إلى أهمية توحيد الكلمة في الخطاب الديني وأن يكون رأي المشايخ موحد في مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي يشهدها البلد مؤكدا أهمية دور المنابر الدينية في توحيد الصف ولم الشمل وإيصال الرسائل الهامة للمجتمع لتجاوز التحديات الراهنة في البلاد وسعرض اللقاء مسجدات الأوضاع في المحافظات المحررة وفي مقدمتها الأوضاع الاتصادية وما يعانيه المواطنون من تحديات في هذا الجانب وكذا التدخلات الحكومية المطلوبة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وأكد اللقاء على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في محافظة حظر موت وكذلك دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تصدي للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا التقاعد مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا سيفين فايغين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبور تعزيزها في مختلف المجالات وتطورات الحرب الظالمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأكد مجلي أن قضية غزة هي قضية كل العرب والمسلمين الأولى وتحتل أولوية ومكانة كبرى لدى الشعب اليمني بجميع مكوناته حيث يرفض اليمنيون جميعا آلة القتل والمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بصورة يومية وتدميره المتعمد للبنى التحتية وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتشريد الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره منوها بأن آثار الحرب وتداعيتها ستنعاكس سلبا على الصعيدين الإكليمي والدولي مشددا على ضرورة عمل المجتمع الدولي على وقف هذا العدوان والصلاف الصيوني فورا وثمن مجلي جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسعيهم الأخوي والجاد في إحلال السلام والاستقرار في بلادنا بالتعاون والتنسيق المشترك مع المبعوثين الأممي والأمريكي ودعمهم المستمر للاقتصاد والشعب اليمني في شتى القطاعات وآخرها دعم البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وإيداء حوالي 250 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة ودفع الرواتب وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن ترد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن عموما هو نتيجة للانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا والسمرار الحرب الحوثية على الدولة والشعب اليمني وتهربها من استحقاقات السلام بالتوازي مع محاولات الميليشيا الحوثية عسكرة البحر الأحمر مؤكدا أن الشعب اليمني لا يريد سوى الدعم السياسي للشرعية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وهو قادر على سحق وهزيمة الميليشيا الحوثية معتبرا أن ستوكهولم منح تلك الميليشيا فرصة للاستمرار في قتل اليمنيين بدوره ثمن السفير الأمريكي تعاون مجلس القيادة الرئاسي ومساعيه الحميدة بإحلال السلام والاستقرار للشعب اليمني منوها بأن الحكومة الأمريكية للملف اليمني أهمية خاصة وتعمل على تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن مع شركائها وتركز على دعم خفر السواحل اليمنية للحفاظ على حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا كما تعمل على مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات بحث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني مع السفير الآماء التركي لدى بلادنا مصطفى بولات العلاقات الثنائية بين البلدين ومسجدات الأوضاع والجهود المبذورة لإحلال السلام في بلادنا وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتشكيل جمعية أخوة وصداقة بين المجلسين وخلال اللقاء أشهد رئيس المجلس بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط البلدين الشقيقين والتي تحتل مكانة كبيرة في قلوب اليمنيين مثمنا المواقف التركية الداعمة للشرعية الدستورية في بلادنا وجهود إنهاء الانقلاب والسعارة مؤسسات الدولة إضافة إلى إسهاماتها المقدرة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وكذا تقديره العالي لدولة تركيا استضافتها الكريمة لإخوانهم اليمنيين في محنتهم التي ابتلوا بها من قبل عصابة الحوث الإرهابية سعرض رئيس المجلس مجمل الأوضاع في اليمن في ظل انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية على سلطة الشرعية وخطورة استمرار الانتهاكات الجسيمة والجرائم الحوثية المروعة والإحسار الغاشم على محافظة تعز منذ تسع سنوات مؤكدا أن ممارسات الميليشيا منذ انقلابها على الدولة لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين من قصف للإحياء السكنية وقتل للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وابدا من بارد وتدمير المنازل والاختطاف والإخفاء القصري هذا وأشار البركان إلى أن الميليشيا الحوثية تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة وما يتعرض له من قتل وتدمير على يد آلة البطش الإسرائيلية مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي وإطالة أمد الحرب في اليمن والاستمرار في قتل اليمنيين من جانبه أكد السفير التركي أن بلاده تقف دائما إلى جانب أمن والسكرار ووحدة ورخاء اليمن مجددا دعم بلاده للشرعية في اليمن واعتزازه بالعلاقات ثنائية التاريخية بين البلدين كما عبر عن أهمية تشكيل لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية التي سيكون لها دورا بارزا في تعزيز العمل البرلماني المشترك متطرقا إلى مجالات الدعم الحالية والمستقبلية خصوصا في قطاعات التعليم والأشغال وبناء القدرات والمساعدات الإنسانية الضرورية للشعب اليمني حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب عبدالوهاب معوضة وإنصاف مايو وعبدالله النعماني من جانب آخر التقى عضو مجلس النواب عبدالخالق البركاني وعبدالخالق بن شيهون سفير الولايات المتحدة لدى بلادنا سيفين فايغين خلال اللقاء أكد عضواء المجلس التزام الشرعية الدستورية بنهج السلام الشامر والعادل المبني على المرجعيات المتفق عليها من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني التي صنعتها الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني مشيرين إلى التعنت المستمر من قبل الميليشيا الحوثية إزاء مساعي السلام بما في ذلك رفضها كافة المبادرات والسمرار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وكذا تصعيدها العسكري على مختلف الجبهات من جانبه جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن والعمل من أجل الوصول إلى تحقيق سلام شامل وعادل وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني ترأس رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن ترأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء وكرس الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات فخمة رئيس مجلس القيانة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي حول أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة على مختلف الأسعاد السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية هذا ووجه رئيس الوزراء وزير الخارجية الوزارات والجهات الحكومية بتحويل توجيهات ومواجهات فأقامت رئيس مجلس القيانة الرئاسي إلى مصفوفات تنفيذية مزمنة لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة مشددا على أهمية تحسين أداء الوزارات والمؤسسات ومواصلة برنامج الإصلاحات لتنفيذ الموجهات الأساسية لأولويات عمل الحكومة وأكد دكتور أحمد عوض بن مبارك أن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد ستكون عنوان رئيس للعمل والأداء في هذه المرحلة إضافة إلى تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق وتركيز على تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين لافتا إلى أن الحكومة ستعمل بكل جهدها بالتزامن مع مهمتها الأساسية باستكمال سعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب على مواجهة التحديات القائمة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحسين الخدمات وتعزيز موارد الدولة وأشدد رئيس الوزراء والزير الخارجية على أولوية معالجة الملف الاقتصادي والأوضاع المعاشية مع التركيز على الوفاء بالالتزامات الحتمية في انتظام دفع رواتب الموظفين وكذا تحسين الخدمات الأساسية وإعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد وسعرض المجلس تطورات في البحر الأحمر وخليج عدن مع استمرار هجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد سفن التجارية وممرات الملاحة الدولية وتأثيراتها على الوضع الإنساني والاقتصادي ومفاقمة الأزمة الإنسانية مؤكدا أن تقديم الدعم للحكومة اليمنية للسعادة مؤسسات الدولة وحماية مياهها الإقليمية هو الحل لمواجهة تصعير ميليشيا الحوثي الإرهابية ووقف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي كما جدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام وترحيب بالمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع والسئناف العملية السياسية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما في ذلك أيضا القرار 22-16 وسعرض المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع سمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها أو ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي محذرا من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحاب الكيان الإسرائيلي المحتل مدينة رفح في قطاع غزة باعتبارها الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح داعينا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بواجبه لوقف هذا العدوان البربري وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وثمن مجلس الوزراء إيداع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من المنحة الكريمة لدعم الموازنة العامة للدولة مؤكدا لا أو لافتني إلى أن هذه الدفعة وما سبقها من الدعم السعودي السخي في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة والمتغيرات العالمية يعطي دفعة أمل وإنقاذ ويوجه رسالة أو رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اليمني وأن هذه المواقف كانت وستظل محل تثمين عال واحترام وتقدير من الشعب اليمني أكد وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان أهمية الارتقاء بمستوى العمل بالوزارة خلال العام 2024 وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل وذلك من أجل مواصلة الجهود وتحقيق الأهداف المنشودة وفق الإمكانيات المتاحة والموارد المتاحة وأشهد الوزير حيدان خلال ترأسه اجتماعا بالعاصمة المؤقتة عدن ضم وكيلا أو وكيلي الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف وقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري ومدراء العموم في الوزارة والتواقم الإدارية بمستوى الانضباط الوظيفي والجهود المبدولة من قبل كافة متسبي الوزارة في أداء عملهم على أكمل وجه وذلك رغم شحة الإمكانيات واحث الجميع على مواصلة جهودهم والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بمستوى العمل في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة وتترق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجهها مختلف القطاعات والإدارات العامة بالوزارة لتحسين جودة العمل والارتقاء والنهوض بمستوى العمل وكذا تعزيز الانضباط الوظيفي بديوان عام الوزارة في عدن في سياق متصل تفقاد وزير الداخلية سير العمل التشطيبات النهائية لمبنيين إدارتي شؤون الضباط وشؤون الأفراد الجديدة موجها بسرعة استكمالها أو استكمالهما وتأثيثهما شاركت وزارة الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي في ورشة العمل الخاصة بتكنولوجيا الإعلام الحديثة وتقنية الذكاء الصناعي ودورهما في تطوير الإعلام الأمني التي نظمها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس وهدفت الورشة إلى تصريط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الإعلام الأمني وعرض تجارب الدول الأعظام في تحسين البنية التحتية للتكنولوجيا والذكاء الصناعي لتحقيق أقصى استفادة منها في مجال تطوير الإعلام الأمني وناقشت جلسة العمل الأولى التكنولوجيا الإعلام الحديثة وتقنية الذكاء الصناعي وتأثيرهما على المحتوى الإعلامي وما هي التكنولوجيا الإعلام الحديثة وتقنيات الذكاء الصناعي وتأثير تطبيقات الذكاء الصناعي على صناعة المحتوى الإعلامي أستشد أكثر من مئة فلسطيني بينهم نساء وأطفال وأصيب مئات آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للعديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأعلنت صحة غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 28 ألفا و 340 شهيدا و 67 ألفا و 984 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي يأتي ذلك ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ 129 يوما بشكل وحشي على قطاع غزة هذا ونشد البيان كل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فيما قالت منظمة أطباب لحدود إن الهجوم البرية المعلن من إسرائيل على رفح سيكون كارثيا ودعت لوقفه فورا ودعت جميع الحكومات الداعمة بما فيها الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقفه على الفور تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشوال أبطال اللواء الأول احتياط المرابطين في حماية المنشآت النفطية والحيوية بمحافظة مأرب وطلع الأشوال على مستوى الجهزية الفنية والقتارية للوحدات الفرعية للواء المكلفين بحماية المنشآت الحيوية مشيدا بما يحققه أبطال القوات المسلحة من نجاحات في ردع ميليشة الحوث الإرهابية التي تسعى إلى إقناق السكينة العامة وتهديد مصالح الشعب الحيوية عبر الأعمال التخريبية وأشاد رئيس هيئة العمليات بمستوى الجهزية القتارية وبالروح المعنوية العالية والخبرة القتالية التي يتمتع بها أبطال اللواء الأول احتياط المرابطين في النقاط الأمنية والمواقع العسكرية مشددا على ضرورة الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي واليقظة الأمنية والدائمة لتأمين وحماية المصالح الحيوية والمنجزات الاستراتيجية لثورات اليمنية الثالث والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر بحث محافظ محافظة تعز نبيل شمسان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا هاس جرونبيرغ الأوضاع والمعاناة الإنسانية في المحافظة وجهود تحقيق السلام وفي مستهل اللقاء الذي عقد بحضور وكلاء المحافظة ومدير إدارة الشرطة العميد منصور الأكحلي عبر المحافظة عن سعادته بزيارة المبعوث الأممي الثانية والتي تؤكد الاهتمام والمكان المتميز للمحافظة في ظل التطورات المتمثلة باختيار المحافظة لتكون نموذجا لخطة الإطار الاقتصادي للتحول إلى التنمية المستدامة والدور الفاعل للأمم المتحدة في هذا المجال وما شاهدته المحافظة من إصلاح في عدد من الطرق لتخفيف حدة المعاناة على الرغم من تعنت الميليشيا ومحاولاتها المستمرة لإغلاقها من جانبه أعرب المبعوث الأممي عن سعادته بزيارة المحافظة وما شاهده من تحسن ملموس لإصلاح الطرقات والتي لا تعد بديلا للطرق الرئيسية والعمل على فتحها مؤكدا على أهمية اختيار تعز نموذجا لتطبيق خطة الانتقال للتنمية المستدامة وتعاون مع الأمم المتحدة للنجاح في هذا الجانب افتتح وكيل محافظة عدن عوض مبجر والممثل للهيئة الإقليمية لحماية البيئة بالبحر الأحمر وخريج عدن الدكتور زاهر الأوان معرض الرسوم والمجسمات الخاصة بالبيئة الذي أقيمه بتزامن مع الحفل تكريمي لطلاب الحائزين على جوائز الهيئة الإقليمية والذي يشارك فيه عدد من طلاب مدارس محافظة عدن وعبر مبجر والأوان عن فخرهما بالمستوى الإبداعي الذي أبداه الطلاب المشاركون في المعرض وكانت لهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة عدن وبتعاون مع الهيئة الإقليمية لحماية البيئة بالبحر الأحمر وخريج عدن قد أقامت حفلا تكريميا لطلاب الحائزين على المراكز الأولى في المسابقة الرسم الخاصة بالبيئة والمجسمات المعبرة عن حماية البيئة والذي خصصت الهيئة الإقليمية لها جوائز كدعم وتشجيع للفنانين من الطلاب في المجال البيئي وفي ختام الحفل جرى تكريم طلاب الحاصلين على المراكز المتقدمة في المسابقة التي نظمتها الهيئة الإقليمية لحماية البيئة في البحر الأحمر وخريج عدن في مجال الرسم المتعلقي بالبيئة الآن المشاهدين الكرام إلى حالة طقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختم النشر مشاهدين الكرام عودة للتذكير بأبرز وأهم العناوين رئيس مجلس القيارة الرئاسية رأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء بعدا ويضع المجلس أمام أولويات وموجهات المرحلة المقبلة عود مجلس القيارة الرئاسية البحسنية يشير بجهود أجهزة الأمن والشرطة بساحة لحظر موت في حفظ الأمن والاستقرار عود مجلس القيارة الرئاسي عثمان مجلي يبحث مع السفير الأمريكي علاقات الثنائية وتطورات الحرب الظالمة على فلسطين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الرئيسية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية أسكت تحية من تاقم العمل للمزيد زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي أنتم ونحن في رعايتنا اشتركوا في القناة